يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول خاصة لكبار السن ودوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لآداء فريدة الحق ترجمة نانسي قنقر